الكون العظيم يبارككم إخواني وخواتي الأعزاء كل اللي يسمعني يستلم كل حب الكون وكل سلام الكون وكل فرح الكون ونعيش أيام رائعة عظيمة نعيش حياة عظيمة نعيش فرح ونعيش سلام ونعيش أمان هذه حقيقتنا والقادم أجمل والقادم فوق الوصف وهذه الجلسات إخواني وخواتي ضروري جدا جدا رجعان أنكم تقومون بالتدرب عليها يعني مش فقط الحضور أنك تفهم الفهم مهم هذا واحد والشعور بالاتحادية أيضا هذا كله تدريب يعني عندما نقول الشعور بالاتحادية يعني تدريب تتدرب من الآن تصفية الأرض بيتك مكانك حياتك تصفية تامة من الطاقة السلبية وأن ترى سفرك إخواني وخواتي انتبهوا إلى الذي أقوله ترى ماذا؟ ترى سفرك يحدث لأن الكون الذي نعيش فيه هو مش كون زمني يعني أنت لا تقول سوف أسافر لا تنتظر الكون ما عنده انتظار الكون يبنى بالفكر والفكر هذا فكر الكون العظيم فكر الرب ليس فكرا زمنيا فأنت الآن زعيم كوني أنت الآن قائد كوني أنت الآن محبة أنت الآن سعادة أنت الآن فرح أنت الآن جمال أنت الآن أمان واطمئنان هذا الأمر في غاية غاية الأهمية وفي السفر الكوني أيضا أؤكد اسمحوا لي معلش لأن الأمر مهم أنك تعيش في حياتك فرحان وباللهجة العامية راضي على نفسك مهم هذا الرضا ومباركة النفس مهم جدا 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 فكلنا نقول نبارك أنفسنا قل هذا الآن مبارك حياتي مبارك نفسي مبارك ظروفي مبارك أفكاري مع أنك ترى الفرص العظيمة تحدث أخواني وخواتي أكرر معلش اسمحوا لي لأنه لماذا أقول أكرر أكرر لأن أرى الأمر مهم أنت تقوم أنت تقوم بدفع الفرص الإيجابية وببناؤها يعني أنت لا تنتظر أنت لا تنتظر من شخص آخر ولا من نبي آخر ولا من حكيم آخر يغير ظروفك أنت تدفع أنت باني تدفع باني تشارك الكون في البناء هذا الموضوع في غاية غاية الأهمية أنك تعرف هو بالنسبة للسفر الكوني شخص أحد الطلاب يعني يسألنا حاول السفر الكوني والروحانيات وأكل اللحوم فبالنسبة فقط نبقى على مسألة السفر الكوني بالنسبة للسفر الكوني ما تفيد أكل اللحوم يعني أكل اللحوم مع الروحانيات الأخرى في الأرض أوكي هذه طبيعية يعني ممكن هيك نقول لكن مسألة السفر الكوني ما تفيد حقيقة ما يقدر ممكن جزئيا يعني غير لا ننصح فيها ليه لأنه الكائنات العليا نحن نتحدث حول الكائنات الإيجابية بالمناسبة الكائنات العليا كلما تصعد إلى البعد الخامس والبعد السادس هذه كائنات لا تعيش على الطعام اللي إحنا يعني نستهلك مثل اللحوم وكذا تعرفون هذه كلها 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 نباتية وإذا نصعد فوق يعني إذا لحظوا مثلا البعد الخامس عندهم مثلا الاندروميدان هؤلاء هؤلاء نقول الاندروميدان فواكهيين يتناولون أعتقد أغلبها فاكهة إذا نصعد أعلى أعلى يعني السادس والسابع والثامن كله عظوا يعني الطاقة بتاعتهم مش لا نبات ولا كله ضوء لكن البعد الخامس مثلا هذه الكائنات الأخرى في البعد الخامس عندهم الطعام اللي هو الاندروميدان يتناولون الفواكه فهذا اللي الشخص أخونا أختنا الذي يتناول اللحوم ما يقدر يتعشق معهم لأنه ليه ليه ما هو سبب لأنه أنت سوف تزورهم نعم تزورهم بالجسم وسوف تشاركهم بالأفكار وسوف يعني هم يتعرفون عليك أنت تتعرف عليهم فهم لا يستطيعون أوكي أن يتعشقوا مع تردداتك لأنه الجسم الأثيري بتاعتك بتاعك الجسم الأثيري بتاعك ما يزال يعني هم يرون ما يزال بالبعد الثالث هو ليس فقط مسألة اللحوم اللحوم الحزن تأنيب يعني الإنسان يقوم يعتقد أنه أخطأ أذنب كله هذه لا تساعد ما تفيد للسفر الكوني ما تفيد يعني أوكي فنعلن شباب كلنا الآن نقول نعلن نحن النجاح الأبدي قل هذا معي الآن نحن السلام الأبدي نحن الفرح الأبدي وشاهد نفسك يا أخي ويا أختي أنت شخصية عظيمة شخصية ناجحة شاهد حياتك ممتلئ بالمحبة شاهد المحبة في الأرض وشاهد المحبة في نظام المجموعة الشمسية وشاهد المحبة في حياة جيرانك وأهلك وأقربائك وتقول أعيش المحبة الكونية أعيش الضو الكوني أعيش الفرح الكوني أعيش السلام الكوني أنا كائن السلام أنا كائن المحبة أنا كائن النجاح أنا كائن الإبداع هكذا أنا قوة أبدية الكون يباركني الكون يحميني هذا الإعلان باستمرار تتنفس من الأعماق وأعرف أن الكون يحبك الكون يباركك ترى المحبة في حياتك وترى السلام في حياتك حاول أنت كائن أبدي أنت كائن الفرح الأبدي وأنت كائن النجاح الأبدي أنت ضوء أبدي تركز الآن لحظ كلمة التركيز تركز أن حياتك تتصفى من كل الهموم والقلق والتعب والكلام السلبي والحوادف السلبية والمجتمع السلبي والدين السلبي تصفية أبدية فقط ترى ترى أن الكون يصفيك الكون يحررك أنت شخصية عظيمة أنت أخي وأختي زعيم كوني الكون العظيم يضع على رأسك المقدس تاج الكون وينصبك زعيما كونيا وأنت أختي الكون العظيم يضع على رأسك المقدس تاج الكون وينصبك زعيما كونيا أنت قائد كوني وأنت قائدة كونية أنت شخصية عظيمة أنت شخصية رائعة أنت تحب نفسك أنت تبارك نفسك أنت الضوء الأبدي أنت الحب الأبدي أنت السلام الأبدي تتنفس من الأعماق لعمق الآن وشاهد الحب في حياتك يزداد والفرح يزداد شاهد رجاء رجاء فقط ركز قول الحب في حياتي أعيشه الحب الكوني أعيشه والسلام الكوني أعيشه الكون يباركني الكون يعشقني الكون يملاني بالفرص العظيمة أنا روح صافية هذه حقيقتي أنا روح خالدة هذه حقيقتي أنا روح مبدعة هذه حقيقتي أنا روح أبدية هذه حقيقتي هذا هو أنت أنت محبة أبدية أنت سلام أبدي أنت أنت الروح الأبدية الخالدة الذكية أنت قوة أبدية أنت قوة أبدية أنت حياة أبدية قولها الآن في حياتي في حياتك صافي ونقي وعظيم وجميل أنت وأنت سماقك وترى أنفاسك ضوء تنفس الآن وقل في كل نفس تنفسه جسمي يصبح ضوء أفكاري ضوء حياتي ضوء روحي ضوء الخير يزداد في حياتي السلام والحب والفرح يزداد في حياتي الكون يباركني الكون يعشقني أنا متحد مع الكون بالخير والسلام والأمان الآن من أعماقك بكل ما لديك من قوة من أعماقك بكل ما لديك من قوة ارسل طاقة حب في كل الاتجاهات بكل ما لديك من قوة ارسل طاقة حب إلى الأرض إلى الكائنات الكونية إلى أعماق أعماق الأكوان أرسل طاقة حب هكذا تقول أرسل طاقة حب إلى الأرض أرسل طاقة حب إلى الأرض إلى الجبال إلى البحار إلى شعوب الأرض أرسل طاقة حب إلى كل الكائنات الكونية أرسل طاقة حب إلى كل الكواكب إلى كل النجوم هكذا وأستلم منها طاقة حب أستلم طاقة حب من النجوم أستلم طاقة حب من الأرض أستلم طاقة حب من شعوب الأرض أنا كان أتحد بالأرض ومع شعوب الأرض ومع كل الكائنات الكونية أتحد بالسلام والحب والأمان الآن ماذا نفعل إخواني وإخواتي سوف نأتي بأسماءكم التي هي ضو كوني والرقم ونركز على كل شخص ونطبق التالي نراه تتبعوني نراه هو في أعماق الكون وهو يزداد بالضوء ويزداد بالحب تتبعوني فقط كل المطلوب منكم أنكم تتبعوني وتطبقون عن طريق البناء الإيجابي شخص شخص وهذا الشخص أيضا يرى نفسه يعني يتبعني ويرى نفسه هذا الأمر جدا مهم في السفر الكوني فنبدأ بضوء كوني 54 هو فقط يرى ونحن وأنتم تتبعوني ضوء كوني 54 طاقة ضوئية في أعماق الأكوان ونراه الآن كله ضوء ويمتلئ بالحب أكثر وأكثر وأكثر هكذا فقط نراه طاقة ضوئية عظيمة طاقة ضوئية ذكية طاقة ضوئية جميلة نراه متحد بكل الأكوان ضوء كوني 54 ويزداد بالحب ويزداد بالذكاء والضوء أكثر وأكثر وأكثر يبتهج طاقة مبتهجة طاقة مبتهجة ضوء كوني 54 طاقة محبة ضوء كوني 54 طاقة السعادة ونحن نراه الآن ضوء كوني 54 يتلألأ بالضوء يشع بالضوء ضوء عظيم ضوء جميل في أعماق أعماق الأكوان نجمة ضوئية جسم ضوء ممتلأ بالحب ونراه الآن جسمه يكبر 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 ويصبح جسمه بقدر كون نعم هو هذا حقيقته تعرفون نقول له يا ضوء كوني 54 حقيقتك أنت طاقة ضوئية عظيمة ممتلأ بالحب وممتلأ بالجمال والفرح والذكاء هذا هو أنت هذا هو أنت آمين 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 نأتي إلى ضوء كوني 51 أيضا نفس الشيء فقط المطلوب من ضوء كوني 51 أنه يتبعنا يرى يرى أنه طاقة ضوية لكن كلنا نراه وتتبعوني نقول له يا ضوء كوني 51 أنت طاقة ضوئية في أعماق الأكوان تعيش نراه الآن رجان هذا جداً مهم المجموعة كلنا نراه طاقة ضوئية عظيمة هائلة هيك هائلة نقول في العظمة والجمال والفرح يشأ ضوء في أعماق أعماق الكون حرية أبدية يتلألأ بالضوء مبتهج نقول له أنت طاقة ضوئية عظيمة أنت طاقة مليئة بالمحبة أنت طاقة مليئة بالذكاء نراه رجاءً رجاءً الرؤية البناء الهيجابي مهم أنت طاقة مبدعة عظيمة قوية نراه جسمه يزداد حجمه يكبر 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 ويصبح جسمه الظوء بقدر الكون يمتلأ بالضوء ويمتلأ بالحب تقول له أمتلأ بالضوء أكثر وأمتلأ بالحب أكثر تتحرر أكثر تعيش حرية كونية عظيمة حياتك حياة أبدية روحك أنفاسك ضوء روحك أنفاسك ضوء تشئ ضوء تشئ ضوء تشئ ضوء ونرى يخرج من عماقه ضوء عظيم وضوءه ينير كل الأكوان نقول له ضوءك نقول له ضوءك يا ضوء كوني 51 ينير كل الأكوان آمين 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 هذا التمرين جدا مهم شباب جدا جدا مهم مش فقط بل هو جدا 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 مهم في السفر الكوني نأتي إلى ضوء كوني 70 أيضا نفس الشيء يسمعنا يبني معنا ونحن كلنا نتجمع حوله نضعه في أعماق الكون ونراه أنت يا ضوء كوني 70 طاقة ضوئية أبدية نراه في أعماق أعماق الكون أنت تتلألأ بالضوء تتلألأ بالحب تتلألأ بالجمال تتلألأ بالقوة تزداد بالضوء تزداد بالحب وكأنه كل الأكوان تعرفك نعم 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 وكل الأكوان تحبك خاصة ضوء كوني 70 كانه هيكي عنده نوايا جدا رائعة حقيقة يمتلأ بالضوء يعني حتى عندما أراه هيكي بسرعة هو يمتلأ بالضوء يمتلأ بالضوء ويمتلأ بالحب أنت في أعماق الكون حرية أبدية وسلام أبدي وكل الكون يتحد معك على الحب يشأ من أعماقك ضوء عظيم يشأ من أعماقك حب عظيم وتمتلأ بالحب ونرى حجمه يكبر ويكبر نعم نرى حجمك يكبر وحجمك الضوء العظيم يصبح هيكي بقدر الكون ممتلأ أنت بوعي الضوء ممتلأ أنت بوعي الحب ممتلأ أنت بوعي الذكاء يخرج منك طاقة ضوئية عظيمة وضوءك ينير كل الأكوان أنت طاقة عظيمة من الضوء العظيم أنت طاقة محب عظيمة من الحب العظيم أنت طاقة ذكاء عظيمة من الذكاء العظيم نراه 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 ضوء 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 وحب يزداد بالضوء ويزداد بالحب يزداد بالضوء ويزداد بالحب آمين 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 أيضا ضوء كوني 36 نفس الشي رجال فقط هو يعيش في أعماق الكون ونحن نجتمع حوله أنت يا ضو كوني ستة وثلاثون طاقة عظيمة من ضو عظيم أنت طاقة محبة عظيمة من حب عظيم نراه الآن طاقة ضوئية في أعماق الكون وأيضا ما بعرف لي حقيقة ضو كوني ستة وثلاثون أيضا هيكي مباشرة ذهب هناك حقيقة ما بعرف لي وهو هيكي سهل أراه أراه جيدا يعني يزداد بالضو ويزداد بالسلام والفرح والحب قوة 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 أنت ضو أبدي أنت قوة أبدية يزداد ضوئك تزداد بالضو وضوئك تنير به كل الأكوان نراه يمتلئ ضوء وحجمه يزداد يكبر بحجم كون نقول له حجمك الضوي بحجم الكون ويشع ضوء ويشع محبة يمتلئ بالمحبة نراه هكذا يمتلئ أكثر بالمحبة ويمتلئ أكثر بالضوئ ونقول له امتلئ أكثر ضوء امتلئ أكثر محبة امتلئ أكثر ضوء امتلئ أكثر محبة ويعيش هناك حرية وسلام وأمان وهدوء وذكاء يتلألأ بالضوء يشع بالضوء ويتلألأ بالفرح ويشع فرح وبهجة وسلام وأمان تمتلق بالظو بالفرح بالسلام بالأمان بالبهجة أنت في عماق الكون ظو أبدي أنت ظو أبدي أنت ظو أبدي آمين 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 ظو كوني ثمانية عشر نفس الشيء أيضا نجتمع حوله فقط هو يستلم أنت طاقة ظوئية عظيمة أنت ظو عظيم في أعماق أعماق الكون أيضا أراه جدا سهل حقيقة بسيط جدا مباشرة هناك تمتلق بالحب الكوني نراه كله طاقة حب وكله طاقة ظو كونية عظيمة ويمتلع بالبهجة والسعادة والأمان هناك أنت قوة هكذا نقول له أمتلق بالحب الكوني امتلق بالظو ونراه يشع ظو أكثر وأكثر يشع حب أكثر وأكثر يشع جمال أكثر وأكثر ومن أعماقه يخرج ظو أبدي وهذا الظو ينير كل الأكوان من أعماقك يخرج ظو أبدي ينير كل الأكوان من أعماقك يخرج ظو أبدي ينير كل الأكوان نراه طاقة ظوئية عظيمة يمتلئ بالضوء يمتلئ بالحب بالذكاء أنت طاقة من الذكاء الأبني هكذا نقول له أنت طاقة من الحب أنت طاقة من الضوء العظيم في أعماق أعماق الكون هناك أنت روحك حياتك فكرك ضوء أبني أنفاسك ضوء أبني في أعماق أعماق الكون تتلئلئ بالضوء تتلئلئ بالحب والسلام بالسعادة الأبدية آمين 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 لو كوني ستة أيضا نجتمع حوله نقول أيضا نراه ضوء عظيم لو كوني ستة ممتلئ بالبهجة طاقة الضوء أنت وطاقة حب أنت وطاقة السعادة أنت نراه رجاء الرؤية هذا البناء الإيجابي نجعله في أعماق الكون ونراه طاقات من الضوء وطاقات من الحب وطاقات من البهجة وهيك يشأ ضوء ويمتلئ بالضوء أكثر حجمه يزداد نقول حجمك الضوء يزداد ويصبح كبير كبر الكون حجمك تشع ضوء تشع محبة تشع سعادة قوة أمان ذكاء وسهل أيضا مباشرة هناك هو طاقة هدوء طاقة السلام أنت في أعماق الكون روحك فكرك ظروفك كلها ضوء هكذا نقول له ونراه روحه فكره ظروفه كلها ضوء ومن أعماقه يخرج ضوء عظيم وهذا ضوء ينير كل الأكوان ضوءك ينير كل الأكوان بقوة لأن نقول ضوءك ينير كل الأكوان نراه هكذا من أعماقه يخرج ضوء ينير كل الأكوان آمين 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 أيضاً ضو كوني 49 أيضاً نفس الشيء نضعه في أعماق الكون رجال رجال نجتمع حوله هو يستلم أنت طاقة ضوية عظيمة أنت طاقة حب عظيمة أنت طاقة فرح عظيمة نراه ضوء هائل هيك من الضوء نعم نراه ضوء هائل من الضوء ونراه حب هائل من الحب والسلام والأمان والبكاء يشع ضوء في أعماق الكون يعيش كله ضوء يمتلئ بالضوء ويمتلئ بالحب ويخرج من أعماقه ضوء عظيم وضوءه العظيم ينير كل الأكوان هكذا نقول له نقول له ضوءك العظيم ينير كل الأكوان ونراه يخرج من أعماقه ضوء وهذا الضوء قوة محبة نرى حجمه بقدر كون يشع ضوء من أعماقه يخرج ضوء يشع محبة ويملأ الكون بالضوء وبالمحبة هكذا ضوء كوني في أعماق الكون طاقة ضوئية عظيمة مبتهج طاقة بهجة طاقة السعادة طاقة فرح من أعماقه تخرج ضوء ينطلق من أعماقه ينهير كل الأكوان أنت طاقات من الضوء وطاقات من البهجة والسعادة آمين 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 أيضا ضوء كوني أربعة رجال هذه جدا مهمة هذه الجلسات في غاية الآمنة خاصة في السفر الكوني يكون السفر الكوني جدا سهل ورائع أيضا هذه هي عندما نرى الشخص طاقة ضوئية لأنه ليه أقول هكذا لأنه يتحرر الذي يوقفك من السفر الكوني هو هذا الماتريكس الذي وضحناه الموضوع عليك فهذا هو التحرر يجب أن تتحرر ما فيه طريقة أخرى تقول لنفسك يعني يجب أن أصعد إلى الله بل تقول إلى نفسك يجب أن نسافر بالجسم نحن بالجسم يجب أن تسافر يجب كلنا أن نسافر ما فيه الآن أفكر لا ما فيه أفكر ممكن صح مش صح قلنا صح مش صح رفضنا وافقنا نحن بهذا المصطلح صاعدون لأنه الأرض الآن هي تتغير فالجنس البشري ما عنده خيار إلا أنه هو أيضا يصعد الأرض صاعدة الكون هيكي بهذا المصطلح هو كله أنصعد حقيقة سنتين سنتين ثلاثة مش أكثر سنتين ثلاثة كل شيء تغير فيجب أن نتحد ونتدرب على أن ماذا مهم جدا ماذا نحب أنفسنا السفر 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 تتدرب تحب نفسك اترك الماضي واترك أنت أخطأتها أنت أذنبتها أنت أنت اترك هذا هذا كله ريكوردر كله مفبرك تكو فنتجه باتجاه ضو كوني أربعة وضو كوني أربعة في أعماق الكون وأنا أراه خاصة ضو كوني أربعة عنده ذكاء حقيقة ذكاء يعني مباشرة أرى الذكاء مباشرة فنراه فنراه ضو طاقة ضوية في أعماق الكون ويمتلئ أكثر بالذكاء ويمتلئ أكثر بالحب يشأ ضوء من أعماقه ضوء وحجمه وحجمه الضوء بقدر كون هكذا نراه حجمك الضوء بقدر كون ممتلئ بالضوء ممتلئ بالمحبة ممتلئ بالذكاء ويخرج تخرج من أعماقك ضوء وضوءك ينير كل الأكوان أنت طاقات من الضوء العظيم تقول له هكذا أنت طاقات من الحب العظيم ورجاء نراه طاقات من الحب العظيم طاقات من الضوء العظيم بهجة سعادة ويخرج من تخرج من أعماقه وطاقات من الظوء العظيم وهذا الظوء العظيم ينير كل الأكوان أنت طاقات من الظوء العظيم أنت طاقات من الذكاء العظيم أنت طاقات من المحبة العظيم ونراه يمتلئ بالظوء أكثر وأكثر ونراه يمتلئ بالحب أكثر وأكثر ونراه يمتلئ بالبهجة أكثر وأكثر آمين 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 ضو كوني سبعة عشر وبالمناسبة عندما يعني أنا أقول الضو الكوني الكون يخبرني بالشخصية يعني ضو كوني سبعة عشر أيضاً نراه ضو في أعماق الكون ومباشرةً سهل جداً يعني أراه عالم هكذا عالم هذه الكلمة تأتيني عالم تماماً أراه شخص عالم حقيقةً شخص عالم مثلاً ضو كوني سبعون أقول لكم ضو كوني سبعون عندما وضعناه في أعماق الكون شخص سهل جداً ومتعشق جداً مع كل الكائنات هذا ضو كوني سبعون الذي يأتيني ضو كوني أربعة ذكي هكذا ضو كوني سبعة عشر عالم فنضعه ضو كوني سبعة عشر في أعماق الكون ويمتلي بطاقة العلوم الكونية ويمتلي بطاقة ضو ومحبة ونقول له أنت ضو تشع ضو وتشع محبة وتشع علوم كونية هكذا نراه رجاء ضو يشع ضو ويشع محبة ويشع علوم كونية ومن أعماقه يخرج ضو عظيم من أعماقه يخرج علوم تخرج علوم عظيمة أعماقك هيك نقول أعماقك تخرج منها ضو عظيم يخرج منها علوم عظيمة علوم كونية عظيمة ضوك العظيم ينير كل الأكوان ونراه كضو يزداد حجمه نعم نراه نراه يزداد حجمه بقدر كون رجاء رجاء هذا الرؤية الحب والضو والعلوم الكونية حجمه بقدر كون بقدر كون بقدر كون بهجة سعادة علوم كونية ضو اتحادية محبة ضو كوني 17 هكذا نقول بهجة سعادة علوم كونية محبة يزداد 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 بالضو بالحب بالعلوم الكونية بالبهجة زيادة 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 آمين 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 ضو كوني 92 حاول أن أتصل مع الكون بس ما بعرف لأنه هذه أول مرة ما يأتي ما في شيء هذه أول مرة هو أعتقد يلتحق معنا نضعه ضو كوني 92 رجان ونراه ضو في أعماق الكون نقول أنت ضو في أعماق الكون طاقة ضوئية عظيمة وطاقة حب وطاقة ذكاء عظيمة لو كوني 92 رجال نضعه في أعماق الكون ونراه طاقة ضوئية وطاقة حب يبتهج يضحك يزداد سعادة هكذا نقول له أنت طاقات من الضو العظيم وتخرج من أعماقك طاقات من الضو العظيم وضوك العظيم ينير كل الأكوان ضوك العظيم ينير كل الأكوان نراه رجان رجان هيك حجمه يزداد يتوسع يكبر ضو 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 هكذا نقول لاحظه ضو ضو يزداد حجمه ضو سعادة قوة جمال ذكاء في أعماق الكون فرح هدو أمان ونقول له أنت طاقات من الضو العظيم أنت طاقات من الحب العظيم أنت طاقات من الذكاء العظيم أنت طاقات من الأمان العظيم أنت طاقات من البهجة العظيمة تمتلئ بالضو أكثر وتمتلئ بالحب أكثر وتمتلئ بالسعادة أكثر نراه ضو يمتلئ بالضو والأكوان تملأه بالضو أعتقد عاوز هو يسحب أكثر يحتاج تعرفون؟ نملأه أكثر بالضو بالحب يمتلى بكل طاقات الضو الكونية هيك نقول رجال رجال يمتلى بكل طاقات الضو الكونية يمتلى بكل طاقات الحب الكونية نراه في أعماق الكون ضو عظيم ونراه في أعماق الكون محبة ضو أنت هكذا ضو أنت طاقات من الظو والكون الأكوان تملأه بالظو الأكوان تملأه بالظو الأكوان تملأه بالمحبة الأكوان تملأه بالسعادة تخرج من عماقك طاقات من الظو العظيم تخرج من عماقك طاقات من الحب العظيم وظوك العظيم تنير به كل الأكوان ضوك العظيم تنير به كل الأكوان ضوك العظيم تنير به كل الأكوان آمين 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 فهذه حقيقتنا يجب باستمرار أن تتدرب وأنك ضوء عظيم تعيش في عماق الكون وماذا حقيقة هذه حقيقتك كل شخص يسمعني يشاهدني أبدا لا تصغر نفسك أنت زعيم كوني أنت ضوء كوني أنت طاقات من الضو وطاقات من الحب نعم أنفاسك فكرك روحك ضوء تزداد بالضوء وتزداد بالحب دائما يجب أن تعرف كلما تقول أزداد بالضوء يعني تزداد بالحب وبالحكمة نعم هكذا الضوء ما هو تعرف الضوء الضوء هو الحكمة والحب هي هذه الطاقة الضوية فأنت تزداد حكمة وحب تزداد في كل نفس تنفسه تزداد حكمة وحب في كل نفس تنفسه تزداد حكمة وحب أمين 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 تزداد حكمة وحب